مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة أهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله رب تنول إعجاب حضراتكم طبعاً النهاردة هنعمل يعني وصفات مميزة خفيفة لمحبي الأسماك هنعمل النهاردة السنجاري البوري سنجاري هنعمله بخلطة مميزة وغالباً يعني أنا بشكر كل الشفات الموجودين في اسكندرية ويعني بالأخص في المعمورة قالونا الوصفة الجميلة تتقدم في أكبر محلات من السنجاري هقولها لحضراتكم دلوقتي وبشكرهم شكراً جزيلاً يعني كل من قال لنا المعلومة من غير ما يخبي علينا سر من أسرارها حقيقي بجاة تحية ليوم الأهل اسكندرية كلهم هنعملها النهاردة بطريقة جميلة ولطيفة وحاكل وصفة بالضبط له أحلى سمك سنجاري وتعرفوا الخطوطين اللي بيعملوهم إيه في المحلات هنعمل كمان المكرال هنحشي بالخضاء اللي محب السمك المكرال في ناس بتحب تعمله جداً كتير وهو أسعاره مناسبة وكمان مفيد قوي السمك المكرال ليه فوايد كتير هنتكلم عنها كمان وهنعمل حلوة كده جميل يناسب يعني المفاجأة اللي هتبقى معنا في حلقة النهاردة لكن مش هتكلم عنها دلوقتي خلينا الأول نبدأ في وصفتنا ونقول باسم الله نزل المقدير وبعدين نتكلم عن المفاجأة بتاعتنا طيب عندي النهاردة رز صيدية هنعمل شوية رز صيدية هتكلم برضو عن الطريقة اللي هي البسيطة جداً اللي بتستخدم في كل محلات الأسماك لكن أنا النهاردة اسمحولي هحط فيها إضافة ولمسة من عندي عشان يعني إحنا بنعمله في البيت فأنا عايزة أقدمه بشكل مختلف لكن حضراتكم هقولوكم الطريقة البسيطة فيها طلع أحلى سمك أحلى رز صيدية بتاكلوه زي بره بالزبط طيب هنعمل السمك السنجالي البوري هننزل مقدير خليني أقول مقدير الرز أولاً عندي ثلاث كبيات من الرز رز مصري مفروض أنا النهاردة بس بنلع الدنيا شوي عشان ضفتي اللي موودة النهاردة ومنورني فعمل رز بسمتي عندي بسلتين مفرومين فارم خشن معلقة كبيرة من صلصة الطماطم أو طماطم متقطع مقعبات زي ما حضراتكم تحبوا معلقة كبيرة من الكركم بهارات سمك وعندي كمون وكسبرة وزعفران إضافة من عندي ملح وفلفل مرأ سمك لو عندنا مرأ السمك من عظام السمك أو عظام الجنبري أو ميا مغلية زي ما حضراتكم تحبوا هو عموماً الرز الصيادية في المحلات أكتر من الكسبرة والكمون والملح والفلفل ما بيحطوش طيب عندي بقى السمك السنجاري عندي سمك بوري قد ما حضراتكم تحبوا مناسب لي يعني الوصفة اللي أنا هعملها دي تناسب لأكتر من كيلو أو 2 كيلو سمك يتعامل بيوم السنجاري حلو قوي طيب عندي بصلة مبشورة طماطم مبشورة معلقتين كبار من صلصة الطماطم عصير لمون معلقتين كبار من المستردة طم مفروم عودين من القرفس كسبرة مفرومة فلفل أخضر حار مفروم أو مكانه شطة حسب الرغبة بقدونس مفروم جزر مبشور شرايح من الليمون خل وزيت كسبرة جفة وكمون ملح وفلفل وأخيرا عندي ملح خشن هقول لحضراتكو ليه طيب هنقول بسم الله أنا حبدأ الأول أنا هنا عاملة خطوة سابقة فيها بس حضراتكو عشان الوقت وهي أن أنا كرملت البصلة أو حمرتها مش كرملتها أنا ما حتطلاش أي إضافات هي الزيت ونزلت فيه وطبعا رزة صيادية بتعملش إلا بزيت ما فيش حد بيضيف له سمنة ولا زبدة المحلات ما بتعملش إلا سمن ولا زبدة هي بزيت نباتي وبيحطوا عليه البصلة تتحمر بسم الله الرحمن الرحيم والبصلة بتتقطع بيبقى فيها شوية كده زي ما حالكم شايفين فيها يعني إيه القطع بين ما هيش مفهومة بصوا بوصلها للمرحلة دي أنا معلش سبقة حضراتكم إن طبعا البصل ده بياخد وقت شوية مش عايزة أضيع السيجمنت الأولاني فيه التحمير طول الوقت لما توصل للدرجة دي إيه دي فيها لحد ما توصل للدرجة اللي حضراتكم شايفينها يعني ما تخفوش مش أول ما تعملوه دهبي كده تحسوا أنه خلص كفاية عليه كده لأ أو قلبكو شوية كده وإيه حمروها حلوة كده تبقوا شايفين التحمير كده غامق زي ما أنا عاملاه علشان هو دي اللي حيدي اللهم والطعم طيب أنا شخصياً بستنيه بس تسخن شوية ممكن أعظيف الجزر جزر يبقى بيض في طعم الجيم ممكن معلقة أو معلقتين مبشورين كده يعني إضافة لكن في المحلات بيحط البصل عليه الرز يروح مقلب رشة الملح والكمون ويروح مقلبه كويس قوي ويروح مديله البيون أو الميا السخنة بتاعته يكون عنده كده جمه ميا سخنة بيضيف الميا السخنة ويسيب الرز بعد ما يغلي شوية يتشربوا على نار هذي ويقلبه ويطلع لونه زي ما احنا بنشوفه ومناكله غير كده هو ما بيعملوه لكن إحنا في البيت نقدر شوية نغير في الوصف طيب أنا قلبت كده تقليب حلوة تسخن بس معي البصل بيبرد الأكل على طول طيب أنا بشوح كده تشويحها وهنا هسيبها بس تاخد وقتها وممكن أضيف معاها كده معلقة أو معلقتين من الجزر المبشور طيب هقلب كده تقليب حلوة آه والله هيب فعلا والطعم كمان وبعدين ما تزودوش التحمير علشان ما يتمررش البصل ده لو الزيت تحمير أو النار كانت عالية وحضراتكم مش متابعين التقليب هيمرر أنا مش عاوزة كده معانا إسلام أهلا وسهلا أم إسلام يا صباحي أنا قلت إيه المفاجآت دي حبيب حبيبة قلبي صباحك فل صباحي لها يا حبيبة قلبي مني أنا يا روح قلبي أهلا بيجي صباحي لها أنا صباحي الورد أهلا بيجي حبيبة قلبي صباحي رواحي البحر الجميلة الله تحية ليهم كلهم حبيبتي والله تسلم إيه ديك على كل حاجة تسلمي يا روح قلبي تسلمي معلوماتك الجميلة كمان يا عظيمة حلوة قوي والله بشكر كل حد متعاون ما بيخبيش بجد بشكرهم بوجرهم تحية حقيقي اللي قالي الوصفات دي شاف المعمورة البلد مش هقول بقى أكتر من كده وقال لي تعالي وقفت معا حبيبتي بش أنت من الناس اللي ما بتخبيش حاجة طبعا أخبي عليك ويعني أنا أقدر أو ما لأ أنتو أخد الدعوة الحلوة إزاي بقى ربنا يخليك يا حبيب ربنا يسعيدك ويحبي فيك يخلقه كمان كمان يا رب آمين يا روح قلبي آمين يا حبيبة قلبي تسلميلي ملكيش أي طلب يا مؤسلام طيب حبيبتي أنا بطبست وبفرح لما بسمع صوتك الحقيقة وبسمع صوت كل أصدقائي اللي بيسألوا علي وبيكلموني وحتى أصدقائنا الجدد يعني من جمهور النادي الأهلي ومن جمهور قناة الأهلي سعدت جدا بأن أنا أسمع صوت حضراتكو وكان لي فرصة رائعة إن أنا يعني يبقى فيه مشاركة بيني وبينكو وكده لايف دي حاجة جميلة جدا الحقيقة يعني ومحبتكو دي غالي علي جدا وشكرا تحية لحضراتكو جميعا يعني أقلب بقى بصوا تقليبة كده حلوة لازم أخذ البصل مع الروز تشويحة حلوة قوي كده وبعدين هضيف الحاجات المبهارة مع بعضه وناخد نهلة يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا صباح الفل على عيونك يا حبيبة قلب الحمد لله بخير ربنا يسعدك يا رب ده إيه يا رب سعد قلبك يا حبيبتي تسلميلي كلك زوق كلك زوق يا ربي خليك ويصبح حضراتك ممكن يا سيفة أسألك أسألك بعمل الترطة بجزواها بسوس الشوكولاتة الأبيض بيبوز مني طيب ماشي بيبوز منك وهو وأنتي بتسيحيها أولا بعد ما بتحطيها على الترطة أولا لا وأنا بس سياحة فمسافة طقيقة يا رب حضراتك تقوليلي على الطريقة من عناية من عناية يا حبيبة قلبي من عناية لتنين تسلميني وشرفتيني بمكلمتك يا حبيبتي شكرا لك شكرا جزيلا طبعا بصوا الشوكولاتة هي طبعا سلاحظوا حدين أولا الشوكولاتة البيضة فعلا هي حتى مختلفة عن الدارك أنا بخدها على نار هادية على البخار وبتتقطع كويس مهم قوي كمان نوع الشوكولاتة يا ترى نوع الشوكولاتة حاجة بتستخدمي نوعه إيه لو قدرتي تتواصني معايا كمان على الصفحة الشخصية أو حتى حضرتك أنا هسيب لك حد من الإعداد يرد عليك في نوع كويس بمقدير مزبوط حالا وهيتواصله معاك وهقولك مقادير حلوة قوية تستخدميها إن شاء الله تنجح معاك بإذن الله هاخد كده دي إضافاتي أنا حطيت كده الرشة صغيرة من الكسبرة الكمون رشة ملح ورشة فلفل وحطيت بهارات السمك نص معلقة صغيرة أطعم بس لأن أنا ما عنديش مرأ سمك وهاخد معلقة كده صغيرة من الصلصة هقلب كده دي مهاراتي يعني المتوضعة يعني كده هنقلب الجزرة دي برضو بتدي طعم حلو قوي حضراتكم صدقوني يعني هتحبوها في ناس كتير والله بتستعملها بس أنا لازم أقول لكم الأمانة يعني المحلات بتعمل إيه وإحنا ممكن نعمل إيه في البيت أنا مش هضيف الزعفران عشان أنا حطيت كركم فأنا هكتفي به عشان أنا عارفة أنه هو برضو مكلف وغالي فأنا مش عايزة أكلف حضراتكم الكركم هيقضي المهم ودي المية السخنة أو طبعا بسم الله بصوا مية بتغلي أهو وحنبدأ نسقي أنا عندي الرز ده رز جاف معانا أم ماري من بني سويف يا مرحب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك سلم إديك يا غالية يا ربي بارك في عمرك فر أنا أحب الأهلي قبل كل حاجة حبيبتي وربنا إن شاء الله يوثقه على طهول ورفع رأسنا أمين يا ربي والبرنامج الجميل بتاعك الحلو ده يا ربي خليك حبيبت قلبي يا ربي خليك يفرح قلبك يا ربي يوصلح ما بين إيديك أمين يا ربي يخليك يا فر وأنا أريد أقولك على حاجة بقى أنت حكدت فضال نصحة من ممتك يا ريت وابقى شرف لي فضال نعملين حاجات للناس متوسطة الدخل يعني الناس متوسطة الدخل حاجات كده يعني أنا عارفة يعني الوصف بتاعت النار ده رائعة من العين دي والعين دي هايزين حاجات كده للناس اللي أم إيه ظروفهم سلاميليا عيني من عيني يا أم مريم شرفتيني شرفتيني ونورتيني عيني ليكي حاضر من عيني من عيني ونقول بدائل لحاجات كتير عيني وفكرتك رائعة وشكرا انك شاركتيني بيها يعني وكنت صريحة معي شكرا ليكي جدا معانا أم أحمد السلام عليكم أهلا بحضرتك يا فاندم يا حباتي ربنا يفرح قلبك دايما الصد يقط عايز أسمع أم أحمد كويس يا أم أحمد أنا عايز أسمع صوتك الاتصال قطع حاول تكلمين تاني من فضلك عايز أتواصل مع أم أحمد تسلموا لي أنا دلوقتي بصوا حضراتكو خلاص بدأ أنا حطيت لازم مية بتغلي كل كباية رز جافة يعني لو النوع كويس هيبقى كباية ونص مية مغلية أو مرأ لو عندكم متوفر أول ما يبدأ الرز بص ويغلي كده هروح ما هدي النار ههدي النار ووطي عليك وزي ما قلت لحضراتكو رز الصيادية مش محتاج إن إحنا نعمل إيه إن إحنا يعني نحط له أكتر من البصلة والكمون والملح والفلفل وشكرا طيب هبدأ دلوقتي أجهز مع حضراتكو وصفة السنجاري هعملها كده في بولة صغيرة أهم حاجة واللي خدته نصيحة ولازم أحترمها إنه هما ما بيقعوش البصل ولا الطماطم في الكبة بيعملوها مبشورة فبيأخذوا كده الطماطمية وبيأخذوا معاها البصلة شوية توم بصوا بقى يعني إيه وصفات بسيطة بس تاكلوا تستمتعوا بتعم السمك أصلا شوية بقى من الخضرة اللي هي إيه أوتكرافس شوية شبت شوية بقدونس شوية كسبرة حطوا من الثلاثة اللي ريح حضرتكم طيب أنا مش هحط شطة حط من الفلفل ده لإنه بيبقى بصراحة جميل قوي وهو نوع من الاتنين ياما هنحط معلقة شطة وديه اختياري في ناس بس بتدي طعم طول ما هي قليلة ياما هنحط الفلفل الحار بتاعنا كسبرة جفة كمون طبعا وعندي معلقة كده كبيرة من الصلصة معانا دينا أهلا وسهلا يا دندون إزاي حادتك يا ساب عاملة إيه أهلا بيك يروح قلبي وحسيني جدا والله يوم متعلقة دايما يا حبيب يا رب سعيدك يروح قلبي أهلا بيك يروح قلبي إحنا النهاردة مبسوطين قوي بالمانيول الجميع بتحجرتك دايما كده يعني سهي ولذيذ تسلمي يا حبيبتي والله يكلك زوء ولوليك انسي أي اقتراح فورا لا إزاي دا إحنا بنستنى والله الحاجات الحلوة لحبيبتك بتعمليها حبيبتي تسلمي يا رب وتعيشي شكرا لك أنا ممكن أسأل على حشوة حشوة الإيه قلولي بسرعة قالت إيه حشوة إيه ما لحقتوش تسمعو يا ريت تتسلي تاني يا دينا بعد إذنك عايزة أسمع كنت يا حبة إيه حشوة الكريمة لما أنا لازم أعرف كريمة إيه بسوا بقلب الخلطة الحلوة دي الإضافة بقى اللي تقلتلي ونصيحة يعني أشكر عليها الناس اللي بتقولها قالوا لي بنحط معلقة مصطردة بتدي طعم قوي للخلطة دي مع السمك السنجاري اللي بيتعمل في المحلات فأنا أهو وبصراحة هم أكلهم كان رائع في المطعم ده أنا أكلت فيه فيعني بصوا بقى دي الوصفة الأساسية بيعملوا إيه بقى فيها أنا هجيب كده مع حضرته صاج بسم الله عندي طريقة من الاتنين إما أننا الصاج ده لو أرى حط السمكة مباشرة على الصاج فيه ناس بتحب تجيب ورق الفويل وتحط فيه السمكة وتلف كده أنا مقدمة بالطريقة دي بس أنا هعملوا بالطريقة العادية لتتعامل في كل الدنيا بس بيحطوا قبلها رشة ملح كده بياخدوا رشة ملح كده في الصاج عشان الجلد طبعا إحنا إيه الجلد مش يعني ما يمسكش في الصاج ونبقى إحنا إيه أمننا السمكة لما نيجي نشالها وبعدين هاخد السمكة كده طبعا البوري ده ده بوري أهو سمكة بوري بتتفتح مش من البطن بتتفتح من الضهر بتتقص كده ونحط جواها بقى الخلطة بتاعت الخلطة الأولى دي بدخل بيها السمكة الأول الفرن فرن عادي خالص أهو بصوا فرن عادي خالص ومروحة ما فيش شوية ولا حاجة نسيبها شوية كده وبعدين نبدأ لما تطلع بنروح خلطين شوية الخضار هم هم بنفس التركيبة هم بيعملوا لها خلطتين خلطة نعمة زي لنا عملتها مع حضراتكم دي الأساسية وخلطة تانية بس بمقطعين الخضار هو هو نفس اللي حطيته في الخلطة دي بس متقطع كده شرايح جوليان علشان يحطوه على وش السمكة بعد ما تتشرب هي الخليط ده وتدخل يعني تطعم بيه اللحم بتاع السمكة بصوا أنا هون حطتها هدخل بقى السمكة دي كده زي ما هي الفورن مسخناية عندي درجة 200 هحطه على الشبكة في النص وهسيبه لما تشد شوية وتبدأ السمكة كده تدخل على التسواب بتاعتها هروح جاي حط آخر حبة اللي هم فيهم أجملها بقى شرايح لمون شوية طماطم بس من الخلطة اللي هي فيها الخضار شوية بسم الله الرحمن الرحيم وحنسيبها بقى تاخد شوية الوقت بتاعها مثلا حوالي يعني عشر دقائق نشر دقيقة هنبدأ نطلع معانا زينة أهلا وسهلا سلام علي زينة يا زينة وحسني جدا نتفع عظيم يا روح قلبي أنت كمان وحشين تازم تروحي معايا البيت بقى مش المفروض تعملي كده ولا ايه تيجي بقى معايا تروحي نوع نلعب بقى بالليل أنا كنف أنا كنف أوريك التطبيقات بتاع طب ما تبعتي هالي بقى عشان تيجي معايا في المصاب اللي هنعمالها ايه رأيك طب ما بعتها فين ممكن تبعتي على الصفحة بتاعتي الشخصية الشريف عظيمة حمدي بالعربي ممكن واكتبيلي كده أنا زينة حشوة الرز اللي بتاعت الخضار حال أنا أقول لك دلوقتي حال من العين دي تسلميلي روح قلبي سلمي على ماما كتير طيب أنا طبعا هوري حضرتكو بس الرز بص كده هندي تقليبة بالشوك بسيطة قبل ما نطلع للا استراحة بص كده بسم الله أو ما تقطعه مش عامل على راحتك يا فندم على راحت تتفضن بسم الله آهو الريحة طبعا روعة هنسيبه بقى يتشرب بقية التشريبة الحلوة بتاعته وتعالوا بقى إيه نستسمع حضرتكو هنطلع استراحة وهنرجع يعني بعد الاستراحة لمفاجأة حلوة في الشوط التاني أتمنى يا رب تنقول إعجاب حضرتكو وكل متابعي قناة الأهلي والنادي الأهلي اسمحونا نطلع استراحة وفي انتظر حضرتكم ورجعنا للشوط التاني وزي ما قلت لكم قبل الاستراحة إن معانا في برنامجنا مفاجأة معانا واحدة من أهم العباد كرة اليد بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة واللي حققت نجاح كبير في حصولها على بطولات كتير فعشان كده حبينا نقرب منها أكتر علشان كلاعبة رياضية وكمان كست بيت نعرف إيه هو اللايف ستايل بتاعها كمان مشوارها الرياضي واشمعنا اختارة كرة اليد ومين هي مين هنشوف دلوقتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلاً 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 انا كنت منضمجة هنا اهلاً بكم معي منوراني انا قلت انا الاول قلت لهم ايه انا خايفة لحسن تطلع مية طويلة عني كثير فشوفوا لي كعب قد مثلاً خمسين ستين سبعين ساطين لا دا لسه هسألك بقى انا لسه هسألك في المطبخ وبعدين انا عايز اقول لحضراتكم معنا نجمتنا طبعاً مدربة الفريق الاول لكرة اليد سيدات بالنادي الاهلي نجمة الاهلي السابقة طبعاً لكرة اليد مايهشام ميوس انت منوراني نهاردة انا عارفة ليكي قصة مع روز الصيادية وبعدين انا حطيت الاضافة اسمحولي اواجه تحية طبعاً لزوج مي ولحمات مي لان هي ذكرت تحملوني كتير قصة الصيادية ورز الصيادية معي اولاً يا ميوس احنا مبسطين بوجودك معانا عنصر نسائي لينا الشرف والفخر ان احنا ننخرب حد من السيدات والبنات متقلق ونجاحات جميلة ووجهة مشرفة للنادي وكمال لمصر عموماً انا مبسوطة برضو ان حضرتك على القناة الاهلي دي حاجة لطيفة جداً انه الناس تتابع يعني حاجات متنوعية غير الرياضة وحاجات اكتر ونقرب لنك هي انسانة جميلة جداً انا يعني التقيت بيها طبعاً اكيد قبل ما نطلع هنا مباشرة حد كيوت خالص انا قلت ان هشوف حد مش عارف ابوصلها كده وبعدين لقيت الموضوع كيوت خالص هي حاجة كده من نيوزي انتي اي فكرة كرة نيوزي اما انتي الرياضة الوحيدة اللي انتي اخترت اللي اقصة معك اكيد هي الفكرة ان انا لعبت علعب كتير والدي والدتي الله ارحمهم هم هم يعني كالي اتوجه كده علعبكو في الاول يعني وانتي صغيرة وكنت بالعب اللعبتين ما شاء الله ولفت بقى لات شاي جنباز لات شاي باسكت ولكن المدرب هو اللي استوعبني شوية واستحملني في وانا كان جسمي صغير جداً فهو يعني يحاول ان هو ينمي يعني يستفيد من مهاراتي المحدودة فا استغلني بقى في القصة دي فحسيت ان انا ليا بقى كابتن محمد فاروق وكابتن اليومي كان هو رئيس الجهاز وقتها وكابتن محمد فاروق يعني شاف هي حاجة انا نفسي مكنت حاسة دي حاجة حلوة عموما طبعا بنوجه لكل الكابتن دول اكيد تحية جبيرة لانه الواحي الساعة ما بيقاش عارف هو جواه او هو ممكن يدي فحاجة بس محتاج دعم صح كده صح مزبوط قولنا بقى اخبارك ايه في المطبخ انا حسيبك تغريفي الرز عشان تقولنا نصيحة حماتك الفاضلة هديكي بقى دلوقتي اهو فضالي يا فندم اغريف لنا بقى الرز عايزين نشوف الاداء يعني ما عشان نشوف مهارات برضو مي في ايه في المطبخ انت بتحريجينا يا فندم انت تتامين كل اللي انت عايزان طب نحطه بقى في بولا ولا احنا هنفش بقى في الطبق هنا على طول كله اه وبعدين قولنا بقى يعني التعقيم بتاع حماتك كان ايه على رز الصيداء واللهي عشان حاولتك مغلطش نرد نفس الغلطة على فكرة كنا عاملين عزومة كبيرة فحماتي برضو كان ليها وجهة نظر انه البصل كان باين اه وانا احب قوي ما احبش اصغر الاحجام اه لا انا احب مثلا اعمله بس ما يبقاش مهري خالص يبقى برضو فيه طعم وباين جزء ما بيحبش اشوفه اصلا ولكن هو كلب فانا قلت لها والله هو السيف زوم بالنسبالي اه انا كده تمام جدا فهي يعني ايه استوعبتني اه تقبلت كل التحية ليها طبعا ربنا خليها لينا واستحملانا ويديها الصح يا رب امين يا حبيبتي يا ربك دايما مامتي تقول لي ايه دعوة لحمة في السماء في بغت اللحمات وتدعيله صح كده صح مبسوطة والايت جدا اول ما جيتي ذكرتي ذكرتي زوجك وقلتي بيدعمك استحملني جدا امتى فكرتي فكرة الارتباط يا مين والله مش عايزة خوف الناس بس احنا احنا خلاص رجلنا جات في الخاية يا معي لا نقول للناس التانية بقى انه ممكن يكون يعني البداية سالونات احنا تعرفنا بالناس هيا اللي عرفتنا بعض وبعد كده الدنيا مشت جدا هو تقبله ايه بقى ان انت حد نجم في مجالك ورياضية بجدز ماشاء الله اه اقولي كده فهو متعود على التفاصيل دي حلو قوي تلاقيه كان فرحان لك جدا مالك يش بقى عودي بقى وبتشتغليشه شوفي يعني عايزة تلعبي تاني انا كلا لعبت بعد ما اتجوزت لعبت سنة كاملة ماشاء الله وبعد كده او مش كيفا ماشاء الله انا نحط الحل لكلها الماء الناس محتفى لبيت النهاردة بس سافرت كمان المانيا الصراحة يعني كان اكتر حد صراحة مدعم ليه في القصة انا كنت مش عايزة اروح عشان ما سيبوش وهو قالي لأ طبعا روحي دي فرصة وروحي يا ساتي وبستي والله ماشاء الله مش وقت قليل خالص ايوه انا جايلك حنم بالسنجاني نحط عليه فهو الصراحة يعني كل الناس كانت ضده في القصة دي ولكن هو الوحيد اللي كان وقبت اوبه انتي بقى هتحط لنا بعد ما تخلصي الرز الامر ده طبعا مش عارفة هيعجب يعني حامات مية ولا لا بس يعني احنا تعودنا دايما ان في الصيداء بيبساعات فيه شوية رز وبعد فكرة اللي مش بيحب البصل ممكن نضربه مع شوية مرق يغلي بسي بقى عشان تعملها اللي هي برضو بتحبه عشان ما تيجي تاكله عندك يا مية فانتي البصل في المرحلة الاولى وحط عليه شوية مرق واضربيهم في الخلاط وخليه ما يبانش خلص فكرة حلوة فكرة حلوة دي امي هدوء طعم البصل وحنريح حماتك احنا كمان هنعمل مكريل اقول ان اخبارك ايه مع السمك بتحبيه او مش من الوجبات المفضلة كالرياضين بتاكلوا الحاجات دي لا لا خالص ده مفيد جدا 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 بصي كلهم باست Burda نقول شي صغيره جوزه لوجهة نظر انه هوا قطلة تتاكل من برا هو الراجل بعمل امامي م labelingنا ها من برا احنا نرد nest贵 ضoben السمك او او برضو. زي اللي برا. طب ما تجربي كده تعمليها وتقول لنا يا مايوز بعد ما لدي الحلقة دي. هل يا طار هيفضل عند رأيي ولا هنغياره؟ احنا حطينا هو نفس الخلطة اللي احنا قلنا لحضراتكو زي اللي عملناها في الاول بس الخضار هنا متقطع جوليان. ومية بسم الله ما شاء الله عملت لنا يعني شكل رائع. لا بصوا بتنسق وتزاوي برضو يعني. بيبان برضو صح؟ اللعبة بيبان المهارات باي نجامد جدا. انا هدخل ده بقى تحت الشوية دلوقتي دي المرخلة التانية خلاص. هندخله بقى هنا ونبدأ في المكرال. بتحبي ايه انواع السمك يا معي؟ انواع السمك اللي ممكن تتفضليها يعني. سنجاري؟ اه 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 ده انواع عماية للسمك. احنا عمين مثلا مكرال وعملنا بوري باي نوع. بتحبي كله يعني. يا حبيبية قلبي انسي متعاونة جدا. جدا اي حاجة يعني. احاولت ان انا من صغري ما اقولش لا. اكل وخلاص. حلو قوي الكلام. اه خلاص كفايا اي انا مواسطة. حلاص انتي بقى هنستسمحك يعني اعتبري ان مكان مكانك. فممكن تقديمهن جنب السمك اللي هناك ده. نكون شاكرين جدا. وانا هاخد شوية زيت اشوح فيهم الايه؟ ينهر ابيض. لا يعني ست بيت بجد والله. هاخد شوك بقى. يعني شفت حظيمة بتقولي كده يبقى انا تماما. ايوا. في مفاجأة جايلك على التليفون. يا ربنا يسطر. معانا مين. قولي الو. 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 ايوا. هالو يا مي. مين. معانا السارة الخلي. خلي. لعيمة النازي الاهلي لكرت الياد. انا مش عايز اقول لحضريتك بقى ان سارة الخلي. ايوا. يعني ست بيت. يعني هي. ما شاء الله. ربنا ما كرمهاش بقى وتجوزت. ربنا اكرم. يا سارة. بس تعمل اكل. تحفة. ايه يا سارة الكلام الكبير ده؟ تحفة. حلويات. حلويات وكل. حلويات وكل. يعني هي اللي. ما شاء الله. اللي بتغزينا في. طب تقول لنا بقى يا سارة. احنا موصصين بسماع صوتك اولا. والله وانا كمان جدا والله. حبيبتي احكي لنا طبعا مي كده مواقف طريقة بينكم ولا حاجة. لا يا ما يبتعش اكلي يعني هي مي. ما هو واضح يا هوك. ما يبتعش اكلي. انا حاسة انها لولا الحلقة اكت يعني ست سابت دلوقتي بلغت فرار ومش اتراحت لك دلوقتي. قبل كل مط ها هتعمل لنا ايه بقى يلا بقى. طب قول لنا بقى في المعسكرات. بتعمله اكل؟ ايه بتيجي قبل المعسكر هي معاها شنطة فيس. ايوة. وتعدي علينا بقى في القوض في الاوتوبيس. في القوض والاوتوبيس. انا عملة ده. يروح قلبي. انا عملة ده يلا دوق. اه اه اه. وتعدي على واحد واحد فينا. ايه اللي تبيع عملاي يا سارة؟ ايه. ايه. طب ايه قول لنا نوعية الاكل بقى وانتوا بتاكلوا حلويات ولا لا ممنوع بتاكلوا فواكه بس عرفين كده يعني. ايه. طب امتى معنا بتاكلوش ده لما بقاش في تمرين؟ والله. لا يعني بصي لو فيه مصحاب مهمة ما بناكلش اكل مصحي. غير كده لا اعادي يعني. غير كده عادي شغل معنا زي الفل. اه اه كل مشغل عادي. لا تنسحش الناس طبعا بالحاجات. لا تنسحوش بتقولوش الكلام ده. بناه نعمل حاجات غريبة يعني. بناكل حاجات ما تنتكلش مع بعض. والله. لمجرد ان احنا فرحانين ان احنا موجودين مع بعض في مكان واحد. وان احنا بناكله. فان احنا بناكل حاجات ما تنتكلش مع بعض. طب ممكن نسأل بقى.. بناكل تركيبات اصلا. يعني ممنصحش اي حد انه يعمل كده. يعني احنا بناكل حلوه. حادق كل حاجة. مع بعض. طب خليني بقى اسألك حاجة بقى. قوليني دلوقتي هي كانت لعبة معاكي وبعدين دلوقتي أصبحت كابتل الفريق إيه اللي حصل فرق في مي معاكي في الحالتين هي دلوقتي مدربة فريق إيه بقى احكينا كده عن مي معاك هل اختلف الطباعة بتاعتها طالب يعني هي مي فتت زي ما هي عايزة إحنا أصلا كنا في الأول ما كناش عارفين لما مي بقت مدربة إحنا ما كناش عارفين إحنا نتعامل معاها إزاي أيوة هل مثلا في حاجة هتختلف بتاع لكن هي مي لأ إحنا في دلنا زي ما إحنا عايزة خالص وبعدين تعملتوا لقيت الدنيا جميلة آه آه هي أصلا كمان عصن أقرب واحدة لنا سنن وكده اللي هو في الفرقة يعني كجهاز أو كده أيوة فأقصر واحدة معنا في كل حاجة وكده فهمة أصلي فهماكي أنا عارفة لي بسألك لأن لما الصداقة بتبقى فيها صحوبية وبعدين تتحول أنه في حد هو اللي بيليد دايما بيبقى فيه كده جزئية ممكن ممكن تأثر على العلاقة لا 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 هي أصلا ما يتبقى معنا إحنا أكثر من الجهاز كمان آه يعني يتبقى معنا إحنا على طول لا لا ما فيه كرم دخل حبيبتي أنا والله يا سارة مبسوطة جدا بسماع صوتك مرسي لأنك بحبتك لمي خليتك تكلمينا والله أنا كمان وأنا كمان والله حبيبتي قلبي وبشكر وجود مي وإن شاء الله رب دايما كلكم يعني تبقوا فايزين كده ببطولات وتبقى معي إن شاء الله مرة تانية بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله حبيبتينا ونورتينا يا سارة مرسي لك باي باي بتنظر مع بعض إزاي بسنوها لبعض كده آه على طول كده من كتر ما بنشوف بعض خلاص زي هي إن إحنا نسلم على بعض يعني هلو يا ولاد هلو يا شباب خلاص خلصة الموضوع بس طبعا بييجي علينا الوف سيزن أو بنخلص الموسم بتروحوا سيزن بنحس بقى إن إحنا يعني وحشين بعض جدا بتعودوا بقى الحياة اللي هي بعيدا عن إيه يعني حتى من وانا كنت لعبة وبالنسبالي الثامرين هو الوقت اللي أنا بشوف فيه صحابي يروح طبعا الكابتن بيبقى يعني سواء خريص إن أنتوا بقى ما فيش الوقت وبالتالي أنا كنت فاهمة التو سايدز بقى إن أنا عايزة أنا لس يعني أنا في الجامعة أو في الشغل وجاية وأنا عايزة أرغي بقى وطبعا مبسوطة بعمل حاجة اللي بحبها والبناس اللي ستتليها الطابع ده لهم يرغوا شمع بعض ده ما بيمتهيش ده خبين ده كين مش عاكب طبعا بيبقى كابتن مش عايز حد يرغي فأيوا وده طبيعي عشان عايز الناس تركز أيوا وفي نفس الوقت إحنا بنبقى عايزين نرغي يعني كبانات طبعا عايزين نرغي فوشوفنا وعملنا إيه النهاردة ودي عندها كذا ودي فبيبقى فيه كلام كده يعني انتوا يا ما مش شايفين اللي أنا شايفينها الحشية الحشوة اللي هي التقليدية والسمك المكرال ده أصده كمان مفيد قوي حقيقي بجد وخلينا بقى إيه نزبط بقى الدنيا ونشوف السمك اللي أنا حطتها جوة يعني أكيد أكيد نفسها تطلع دلوقتي نبص عليها بقى قبل ما نطلع الاستراحة بتاعتنا عشان تشوفيها معانا بردو ده السنجاري وهنستسمع حضراتكم هندخل صنية سمك المكرال الفل وهنرجع نستكمل مع ماي الان ماي هتعمل نهر ده كاب كيك بالشوكولاتة ونشوف ماي هتعمل ايه في الحلوة بقى نستنقى حضراتكم ورجعنا لحضراتكم مرة تانية من الاستراحة وتبعا يعني معايا ماي ما بطلناش كلمة تصورنا في الفاصل وعملنا كل حاجة دلوقتي هنعمل حلو بس اسمحوا لي قبل ما نعمل الحلو هقول لحضراتكم قدير المكرال لان انا حشيته كده في السريع عندي سمك مكرال عندي بطاطس شرائي حطتها في قعدة وتماطم وكعبات جزر وكرفس فلفل حار لتر من عصير التماطم يبقى كوباية او اتنين زي ما انتوا تحبوا بصل وتوم كسبرة خضرة وزعتر وعصير لمون خل وزيت زيتون وكمون وملح وفلفل وانا شوحته بس نصطة شويحة كده وحشيت بي وحطت القعدة من البطاطس وسقيت بالعصير التماطم ودخلناها الفرن ودوقتي مية هتبدأ في الحالو وبصراحة فيه سؤال بسي كل حد بينجح في مجال ما بيبقى دايما يعني خصوصا ان انت لسه صغيرة وتقدري تدي ايه اللي خلاكي تقرري ان انتي مش هتكملي كبطلة وهتبقي كابتن يعني تعتزلي فكرة ان انتي تبقي لعبة متميزة كده قرار صعب ولا حد له تأثير على القرار ده لا خالص خالص تقدري تعودي وتستريحي عشي زلونج وتقول ان كل عجا لا والله هي بس القصة ان انا بعد ما لعبت سنة بعد جوازي قدمت في منحة في المانيا منحة يعني دولية للتدريب الهنبول وانا اصلا ماجستير ودكتوراه هنبول ويعني ترباري دايق فسافرت فحسيت ان هي نقطة مهمة جدا خاصة ان انا غبت فترة طويلة كانت خمس شهور طبعا بيبقى في بقى تفاصيل في الموسم وتسجيل وكده فانا حسيت انه يعني ده وقت مهم يعني انا الحمدلله بطلت وانا في احسن حاجة لي يعني الناس تبقى فاكراني باحسن حاجة وانا كمان يعني تبقى دايما الفيتباك اللي بيجيلي في دماغي اول ما فتكر انا فنشة وانا الحمدلله كسبانا مع فرقتي ودونيها لطيفة وفي احسن مستوالية ويعني وفورمة هل عمالتي اعتبار لحياتك الشخصية الجديدة؟ انا حسن بذلك جانب منك وانا مع الرياضة مفيش حياة شخصية بس انت حريصة انت حريصة على ان يبقى الطرف الاخر في حالة من حالات الاستقرار بس هو برضو ده تكعبش تكعب الجامد بعدها لكن اصد الى حد ما احسن من لما تكوني لعبة لعبة لكي اوقات مش مش في ايدك صح كده؟ ممكن مثلا اروح يعني جوزي بيشتغل بالليل ايوة فييجي متأخر جدا فممكن يأكل برا فانا متعودة ان انا اكل فممكن انا كسل اصل يعني وانا قاعدة ببقى مثلا بشرة بمية وممكن انام اصلا وانا قاعدة وهو بيأكل من التعب هو ممكن يأكل برا بقى اوكي خلاص هو يعني برا برده خالص تمان فممكن ايه يأكل الا لو انا اجازة وهو اجازة ايوة ساعتها لازم هعمل اكل ده ايوة كلام حلو ده على فكرة انا شايفكي على رغم من صغر سنك بس انا بجد محترمة الجانب الانساني لف شخصيتك ده جدا لا بجد والله بجد انا باحترمك جدا وباشكرك لانه دي حاجة حلوة لان انت حد عايز ينجح نجحتي في هذا المجال وعايزة تنجحي في حياتك كمان فان شاء الله كل التوفيق لك يا مي بجد والله انت حياتك حتى الخاصة وكمدربة انا باقى بسي بعمل موفن شوكولاتة مش عارف انتي اخبارك ايه مع الحلو اه يلا اضرب يا احب انا حطيت اربع مدات حطينا الفانيليا ومين دلوقتي حطينا السكر ممكن يبقى كوبية من السكر سكر حسب الرغبة مقدير قدام حضراتكو نضرب باقى دربة حلوة كده يعني ايه عارفة بتاعت مدربة باقى بجد يعني عايزين السكر داي دوب بشكل حلو وانا هنا هنزلك كمان الزبادي الزبادي ده بقى عايز اقولك بيدي تراوة للكيك بشكل رائع اه والناس اللي عايزة تستغنى عن البيض ممكن تستعين بالزبادي او بالفكهة المضروبة بيوري مكان البيض اه لان فيه ناس كتير يعني عندها حساسية ممكن من البيض مبتقدرش انها تستخدمه فممكن نستعين عنه بالايه بالزبادي او بالفكهة بس اطفحها بيوري مسلوقة كومتراية انا نساية شوكا جينا روز ماني مفيس اطفحها والشعر كمان يقول لنا في البيض ما حاجات المفضلة لكي بقى هااااااااة والله يعني كل اللي بيلعبوا رياعة او كل اللي يعني متجاوشن يعني دي حاجة درجة جدا بنا ايوا اقولي مطارونا وبنيه وعطقت كل حد سمع سمع يعرف الموضوع ده كويس على فكرة هيا مش بس عندكم طب انتي دلوقتي مبقتيش لعبة مبتكليش بقى حلويات لي ولا انتي خايفة عشان الوزن انا مش يعني مش بحب قوي احلي لان انا باكل لحد يعني ما بقى فل لحد ما تشبعي طب احس ان انا مش عايزة احلي او بس قلتيلي حاجة حلوة اقولها اني قوليها نصيحة بقى الفاكهة اللي انتي التكليهة قولنا بقى او كانا ممكن ما عملش حاجة حلوة بس انا فعلا بلم الفاكهة بتاعت البيت كل الحاجات ايوة واعمل بقى طبق فروت صلات كبير جدا بفضل ناخد منه طول الليل والنهات حلوة اوي ده فده على طول وعلى فكرة هو جوزي برضو لو سمعنا جوزي ما بيأكلش لو فيه طبق صلاتة على الممتاز ممتاز فممكن وبعد ما يخلص اكلي يتسلف بقية الصلاتة فهو ايا كان الاخل ومش فري معان حلوة اوي ده وهم حاجة الصلاتة بس دي نصيحة حلوة منك فانا لازم يعني بس عبب اهموتني التعب وعايزة روح طرعي دي على السوبر ماركت ايوة عشان اجيب خضار يا روح ايدي شطورة جدا ما شاء الله عشان هو مش هيكل غير لأ ده خضار مش هيكل وابتبقوا مشكلة على واضع اية قاريتلي انه حاماتها بتعمل اكل جميل اوي هو متعود على اكل مامتو وعلى صحيح اكل صحيح يعني بتستعمل حاجات مكان الدقيق بتستعمل حاجات شوفان بقى وحاجات صحية ودقيق دورة وحاجات كده وانا نفسي بدأت أغير شوية حاجات حلو ده حلوة ما نجيبش سكر أبيض ما نجيب سكر بني ما سابت لمساتها عليك يعني سابت لمساتها عليكي بارده كمان واحد بيقرأ فبيفهم انه ممكن ده بيبقى يعني مش مش واخد درجات من التصنيع والتكرير أكتر فبيبقى شوية آه عايزين سكر ماشي بس الدنيا تبقى خخش شوية الرز الأبيض والرز البني فشوية بقيت أغير شوية حاجات بس مش قادرة فبارجع تاني بس يعني أنا هضف لك شوية شوية يلا بيقى سوية زرواتي الدنيا يا ماي طيب قولي لي بقى انت كل واحد في حياتنا يعني لي مثلا أعلى أكيد حد اقتضى بي في حياته كده حاببي بقى شبه أو زيه قولي لي بقى ممكن بقى في الحالة دي نعمل بالاسباتيل عشان ايه أو عشان ماشي بقى هنقلب كده بشكل جانبي ونقلب كده يلا بيقى يلا بيقى يلا بيقى يلا بيقى مين ممكن يبقى مثلا لك الأعلى يا ماي هو بما اني بتعرض لحاجات كتير قوي يعني شغل والدراسة يعني تعرضت لنماذج كتير جدا كتير جدا فممكن انا مش مش يعني يسابت على حد وديه وديه المفاجأة كل مرحلة في حياتك بتشوفي حد معين تكتسري منه حاجة الله يناور عليك حلو دي أحس ان كل واحد طالما نجح فهو عنده حاجة مميزة عنده حاجة ممكن انا اخدها طب وليه لأ احاول اكمل نقطة ممكن دي حاجة حلوة قوي بس طبعا ستيل بردو ووالدي والدتي ممكن يكون ليهم فاضل كبير جدا فبرجع دايما بلاقي ان كلامهم طبعا ده كلنا بنبقى عناديين وبتاع بس ما الوقت بنلاقي نفسنا بنقول نفس الكلام اللي هم بيقلوه فبحس او ان انا عجزت سبحان الله انا سعيدة انت يقولي الكلام ده بجابت لا والله ده حقيقي جدا بلاقي ان هما دايما بيقولوا مثلا بيهم بصمة في حياتنا حتى لو ما شعرناش احنا بيها بالضبط انا هقلت لا ما تخفيش لنا على الحقك على الحقك على الحقك انا انت قلتلنا انت عضو في حاجة خاصة بوزارة الشباب انت شغلت دلوقتي في ادارة السياحة رياضية اه ادارة اسمحة سياحة رياضية ومؤخرا متغير اخبار الاكل في المعسكرات واللي تطلعوا برا بقى بيبقى مختلف تماما عن البيت والحياة عاملة ازاينك لا في المعسكر فيها بقى سيستم ولا بقى لا بيبقى سيستم جدا زي ما بنسمع بقى في المعسكر قلبك يجمد كده وتاكل اي حاجة لا يا نهاري انت سرتة ات اتبان في واقعه؟ لا 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 مشاكل الوقت تتاخر قاول بشويهي общеري ايكا молي يا راحتين؟ اقولوا بس وقف وقف أنا عاجي حالا ايوه راحا فان اتباعبان صحي وانا لازم انا اياه مرح وراء اهي اكل خلاص مش قادرة بقى اذاهي جدا سبحان الله بالليل ده بيبقى ضايا تيبوس بالليل نسحى الصبح انبدأه انياه فإحنا في صعيك لكلنا. آه أوكي فهمت جدا. لكن الدنيا دي بتبقى جميلة بالنسبة لك ولا تبقى مشتقة للبيت باعيزة ترجاي خلاص ما بيتيش قادرة على ده زي زمان. لا في المعسكر مشكلة إن إحنا في الحياة يعني نحط كل ورقة كده هنا. أيوا هنا. في المعسكر كل مشكلة إن إحنا في بيوتنا نظرا للدراسة والجامعة والشغل مش بنأكل بانتظام أي حاجاتها السريعة. أنا واحدة من الناس ممكن أن ننسأ أكل أصلي. أوكي بس ده بيأصر عليك أن أنا تنحت طبعا جدا. تبقى تحسي كده وفي الحالة دي بيبقى الأفضل ليك إنك تأخذ يبقى عصير بقى ولا تكلي وجبة. أشرب أي حاجة سريعة يعني فريش جوس كده أي حاجة مغزية تسند. قولي يتيمة دي حضرتك منها اتاكي معي. صحيح صحيح. تمام. بس ففي المعسكر بقى نأكل كل الوجبات. حلوة قوي. ففطار فطار وغدأ. فما منحش الجوع أساسا. بس فهمت. فهمت. بيحتموا بيكو في الجوع. أوكي. هو قتل فوردي ليه موعده. طبعا. بس إحنا بناكم. نحن مش جعانين. بس بنيجي المرحلة بقى اللي هو مش قادرين إنه قاوم. قاوم. طب وليه بقى. نلايا بس حاجات مضحكة جدا. طب ولينا حاجة بسرعة منها. آآ. عندي زمايلي ممكن عندهم الحرق زيد جدا. يمكن لسه معنا دلوقتي. كانت صورة ولا حد تاني. كانت حد تاني. بس من نادي تاني. وكانت معنا في النادي. حلوة الروح دي من نادي تاني. شايفين روح الأهلوية؟ نحن أصحاب أصلا من. يعني كلنا أصلا بنبقى صحاب. من أنبية تانية حتى. بس هيكت قاعدة معي في القوضة. وكنا في الطولة أفريقيا. كان ممكن أصحى من نوم. وإحنا نيني أصحى من نوم. كيه خشي طويلات ولا حاجة. ألاقيها مسك كيس الشيفسي. مش قادرة هتنوت من الجوع. يعني أنا نفسي وزميلي. كنا بنخبلها الصندوطشات من الشيف. عشان مدير المطاف. بتجوع باللي? بتجوع جدا. ده تعب مش طبيعي. فطبعا دي. يا نهار أبيض. بتساعد أختكو يعني. تسكوش. يبعا. طب قولنا باي مايوي. انت دلوقتي. ممكن تكوني بتفكري. ايه الفترة الجاي. ايه تمحاطك يعني في الفترة اللي جاي. ان شاء الله. اعتقد ان انا عملت انقلات كتير بسرعة 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 في حياتي. ايوه. ف ... هاستمتع كده بالمشاهدة واشوف ايه ممكن يحصل. واقد الصالح ربنا يلهلنا له كده الدنيا تروح. بس عمتاً في مجال التدريب. يعني يا انا اكتست يعني. يمكن اول سنة لي كانت فنادي معادي. ثاني سنة رجعت بيتي بقى. هو نادي الأهلي. ومع فرئتي فدي كانت دي حاجة. حاجة جميلة جداً جداً. طبعاً. تعلمت كثيراً سواء مع سن صغير أو مع فرقتي درجة أولى مع النقلة اللي حتك تقولي عليها اللي هو من لاعب لمدرب. الصراحة حتى الجهاز الفني كمان كان يدعم جداً. وكانوا يعني متفاهمين المرحلة لديها جداً. وكانوا بيدوني المساحة أن أنا أقول اللي عندي. ودي بتبقى نادرة إنه حاجة حلوة جداً. ممكن أبقى قاعدة بتفرج واكتب وخلاص يعني أو بتعلمه خلاص. إنما يكون لي رؤية وتقولي وتنفذي ده حاجة حلوة. والحمد لله يعني يا رب أكون قد السقل. طبعاً أكيد مبسوطة بيكي جداً والله معي. بجد أنا فخورة بيكي بجد والله. وانتي يعني. في نمازج كتير في الأهل بس. بس عايزة أقول لحضرتك. حببتي والله أنت واحدة منهم. الواحد يفخر بيها. وسعيدة بيوجودك معي بجد النهاردة. يعني من حصن حظي. أنا عاملة بقى ده. بصي هو سهل جداً. وبسيط شوف إحنا عملنا وانتي وقفة. تقدري تعمليه ده في البيت. جداً. أنا عايزة الراجل الطايب اللي موجود في البيت ده. يشكرني بعد الحلقة دي على أي حاجة ممكن تنطلع بيها من الحلقة دي استفادة الماء. صح في مجال الطاهي يعني بأنك مش غوي حلويات قوي. هكتب هالي. هو برضو مش ملوش قوي. يعني على فكرة سكري قليل. حاطت نص كوباية سكر. حاطتنا أربع بضط. رشة فانيليا. حاطتنا حوالي كوبايتين ونص من الدقيق. عنيهم معلقة بيكينج بودر. وشوية زبادي. معلقتين زبادي كده حلوين. حاطت شوية لبن سميرين. طبعا. الزبادي دهيل. وحيخلي الكيك دوتاري فترة طويلة. تقدري تحتفظي بيه في الفريزة. لو أنت مش هستكري دلوقتي. مش شرط. وترجعيه طلع زي ما هو عايزة تزيني. إذا إحنا مزينيه. كيحي محتفلين بيك النهاردة. ربنا يا خلي. بالكريم شانتي. وعملنا حاجات في الفرن. أهو نبص بصة كده سريعة. أهو ده المكرل. تشوفي السمكة عملت ازاي. والسنجاري خلاص تمام. زي الأمر. وطبعا مخرجنا هيستعرض في الاستعراض. وما أحلى حاجة هنختم بيها. هي وجودك كان معنا نهاردة بجد. وقال لنا أنت هتشوفي النهائي فين بقى. مجوزي زمالكاوي جدا. يا ستي. كل التحية. كل التحية للذي زمالك. وشكرا على روح. زمالكاوي. وتزوج لعبها من الأجمل و أجمد اللاعبات في النادي الأهلي. أنتو متخيئين الروح الرياضية. طبعا تحية. كلها تلبس التيشرت بقى و تلتة يمين. دي مفاجأة من الأزداد يا جماعة. دعنا على طول الأجواء دي. مكملة معنا. دي مفاجأة كبيرة جدا. تحية للنادي الزمالك وتحية لزوجك. وتحية للروح الرياضية الجميلة دي بجد. والله شرفتيني ونورتيني. حقيقة جد. و أتمنى يا رب أن دفتي النهاردة تكون نورتني و شرفتني. وتكون كمان الحلقة والفقرة خفيفة على قلوب حضراتك. تكون اتعلمتوا حاجة. يا حياتي. يا حياتي هنتصور بقى إحنا كمان صورة كمان. وهستسمح حضراتكم هنطلع الاستراحة. عشان معي فقرة يعني مميزة. وبشكر الكابتن ماي هشام لوجودها معي النهاردة. مدربة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي. تشرفت بوجودك معي. اسمحونا نطلع استراحة. وفي الدزار حضراتكم في فقرة مميزة جدا لدي كور لكل أصدقائنا بعد الاستراحة. اشتركوا في القناة